السلام عليكم إذا أردت أن تقوم بتسريع هاتفك الأندرويد سواء هواوي أو سامسونج أو ريدمي أو إنفينيكس فتابع هذا الشرح إلى النهاية هنا كما ترى الهاتف يعني يعمل بشكل تلقائب معي جيدا كيف يعمل الآن الهاتف وكيف ستصبح سرعة هذا الهاتف الموجود بين يديه في بعض الأحيان نقوم بحذف التطبيقات والبرامج والصور والفيديوهات اعتقادا منه أننا سوف نقوم بتسريع هاتف الأندرويد وهذا خطأ كبير نرتكبه لأن حذف الفيديوهات والصور وبقي الملفة الموجودة على هاتفك فهي تنقص فقط من مساحة الهاتف يعني الجيجابايت أما تسريع الهاتف فهو يعتمد على تسريع الرام وهذا ما سوف أشرح لك به ثلاثة خطوات فقط سيصبح هاتفك أسرع بكثير فتابع هذا الشرح إلى النهاية وكذلك هذا الهاتف نحتاجه في الألعاب سواء PUBG أو Free Fire والعديد من الاستخدامات التي يتوجب عليك أن يكون لديك هاتف سريع للاستخدامها هنا نتوجه مباشرة إلى إعدادات الهاتف فنصيحة أو ملاحظة فجميع الإعدادات سواء بالعربية أو بلغة أجنبية فرنسية أو نجليزية فهو نفس المكان في الإعدادات فقد تختلف الإسم من أجنبي إلى عربي فهنا بعدما قمنا هنا بالدخول إلى الإعدادات للهاتف تظهر لنا هذه الواجهة نضغط هنا على حول الهاتف هذه أول خطوة وبعدها نقوم هنا إصدار مي مستقر بالضغط عليها بضغطات متكررة حتى تظهر لنا هذه الجملة لا حاجة لذلك فأنت مطور فعلا هنا قمنا بتسريع الرام وقمنا بحذف الملفات التي تم حذفها سابقا من الهاتف ولكن في ذاكرة الرام فهي موجودة والآن قمنا بتنظيف جميع هذه الملفات الخطوة الثانية والمهمة جدا لكي يصبح هاتفك أسرع بكثير وهي هاتف التي سوف أقوم بها الآن هنا نتوجه إلى الأسفل بعدها تظهر لنا العديد من الخيارات نقوم هنا بالضغط على إعدادات إضافية بعد الضغط عليها نتوجه مباشرة هنا إلى الأسفل وهنا كما ترى خيارات المطور كما تظهر لنا هذه خيارات المطور هنا وضع المؤسسة وهنا خيارات المطور نضغط عليها وبعدها تظهر لنا هذه الواجهة وطبق معي ما سوف تشاهد في هذا الفيديو لا تقوم بزيادة أو نقصان هنا نذهب إلى الأسفل كما قلت لكم هنا أول خطوة نضغط عليها حجم الرسوم المتحركة للنافذة نضغط عليها هكذا وبعدها نقوم بالضغط على إيقاف الرسوم المتحركة بعدها نقوم بالضغط على حجم الرسوم المتحركة للنقل نضغط عليها بهذا الشكل ونقوم بإيقاف الرسوم المتحركة كما تلاحظ الآن بعدها الخطوة الثالثة طول مدة الرسوم المتحركة هنا نضغط عليها ونقوم بإيقاف هذه الرسوم المتحركة هنا كما تلاحظ قمنا بإيقاف هذه الرسوم المتحركة الثانية كذلك والثالثة كذلك فهنا لاحظ معي كيف سيصبح الهاتف الذي هو الآن بين يديك وقمت بتطبيق هذه الخطوات بالحرف هنا نذهب إلى الهاتف نخرج بصفة نهائية كما ترى السرعة أصبحت سرعة قياسية لدى الهاتف لدي الآن أنا الآن أتحرك في الهاتف كما أريد هنا نذهب إلى إعدادة اليوتيوب هنا إلى تطبيق اليوتيوب أصبح الهاتف سريع وإذا لم يصبح هاتفك سريع فراسلني في التعليقات وسوف أحل معك المشكل بإذن الله وأتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح وكان معكم مصطفى أرحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته